دخلت الجزائر مرحلة الصمت الانتخابي وسط غياب تام للتوقعات بشأن نتائج الانتخابات التشريعية وضعية فرضها غياب معاهد صبر آراء معتمدة لقياس توجهات الناخبين مع غياب إيطار قانوني منظم للعملية بعد دخول البلاد في التعددية السياسية والإعلامية عام 1990 كان من المفروض أن يصدر قانون صبر الآراء عام 1997 مع أول برلمان منتخب لكن كل محاولات النواب آنذاك باءت بالفشل وبقي المشروع يراوح مكانه رغم أهميته في التأسيس لنهج ديمقراطي متين مراكز صبر الآراء هي ملازمة لمجتمعات ديمقراطية للأسف في الجزائر كانت فيها محاولة في تسعينة القرن الماضي ولكن ظروف التي مرت بها الجزائر لم تيسر للسلطات لا إصدار تنظيم قانوني ولا سمحت بوجود مراكز تقوم بهذه العملية رغم هذا الفراغ القانوني لم تتوقف المبادرات للقيام باستطلاعات رأي شهاب براس واحدة من المؤسسات الإعلامية التي حاولت قياس توجهات الناخبين خلال الحملة الانتخابية الأخيرة الخاصة بالانتخابات التشريعية العملية جرت على مدة أيام ومست أكثر من 200 مواطن جزائري عبر التراب الوطنين بمختلف الولايات وكانت تتمحور حول ثلاث أسئلة رئيسية السؤال الأول هل ستنتخب السؤال الثاني هل تابعت الحملة الانتخابية السؤال الثالث ماذا تنتظر من النواب الجدد وسبق لوزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر التأكيد بأن مصالحه تعتزم خلال سنة 2021 فتح ورشة إصلاحات كبيرة تتمثل في تعديل القانون العضوي المتعلق بالإعلام لتكييفه مع الدستور الجديد وإعداد قانون خاص بصبر الآراء حسن جزيري قناة الغد الجزائر